يوم حقق الهلال دوري أبطال آسيا خلاص صارت لعبة يعني صارت مباراة من المباريات المفضلة للهلال تذكرون الهلال جاءت فترة عليه كان بطولة كأس ويلعهد هي بطولة المفضلة ويعني اللي دائما هو داخل الموسم ياخذها وطلع من الموسم الموسم اللي يكون ما حقق فيه شيء أخذها دوري أبطال آسيا بعد ما كسر الهلال الحاجز النفسي في 2019 جاءت تجربته في 2020 وجاءت قضية الكورونا وقالوا يلا مع السلامة بر البطولة ماشي لفت الأيام ورجع الهلال في نسخة 21 وتجاوز في طريقة أهم المنافسين حتى حقق لقب البطولة اليوم يعني ما رح أبالغ وأقول أن فرحة الهلاليين اليوم نفس فرحتهم في 2019 تعرف التحدي كان يعني صعب كان فيه طقطقة أو كان فيه ناس منتظرة سقوطة والآن الموضوع أعتقد حسم 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 أن الهلال بلا شك هو السفير الرسمي لكرة القدم السعودية والمشرف لها ويشكل مثال وإلهام مصدر إلهام للأندية السعودية حتى يكون لدينا نادي بمثل هذه القوة ما رح ينفع أي تعليقات سلبية للتقليل من قيمة يعني بعيدا عن ميول أي شخص ما في شك أن حجم الإبهار اللي تشوفه أمامك يعني تقول جواك طبعا هو في طريقتين يا أنك تقول والله ناس منظمين يا أنك تقول ناس منضبطين يعني ما لها حل ثالث فشي طبيعي أنك إنت لما ما تقدر بتقول الجانب السلبي الثاني لكن لو نظرنا بشكل متوازن لشكل الرياضة السعودية شكل مشاركات الأندية السعودية شكل المؤسسات الرياضية السعودية المتمثلة في الأندية الكبرى على وجه الخصوص اللي مطلوب منها أنها تدافع عن اسم المملكة وقيمة رياضتها وكرة القدم فيها في المحافل الدولية والقارية بلا شك أن الهلال رح يكون رقم صعب جدا تحقيق الهلال لدوري أبطال آسيا مرتين في ثلاث سنوات وجود المنتخب السعودي وجود المنتخب السعودي على قمة مجموعته وفي طريق ثابت نحو كأس العالم عشرين اثنين وعشرين هذا بلا شك يخلينا نقول مقولة أخرى جديدة وهي السعودية صعبة قوية السعودية صعبة قوية أحلى تحية للكرة السعودية ولمسؤولينها ولكل من دعم هذه الرياضة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه وصل الصوت؟ لا والله ما ظنيت الأسيوية صعبة قوية الأسيوية صعبة قوية والهلال أجوى وأصعب عليها ألف وبروك ألف وبروك لنادي الحلال آخر وفوك التي تشترك لها